حدود العراق وأراضيهما تزال ملتهبة حتى بعد مرور سنوات طوال عن انتهاء معاركه مع دول الجوار والتنظيمات الإرهابية فخطر الألغام والمخلفات الحربية غير المنفلقة ما يزال قائما وقائمة الضحايا قتلا أو إعاقة ما تزال تسجل المزيد ما يقارب الثلاثمائة ألف ضحية مسجل حتى الآن يعانون إعاقات دائمة جراء هذه المنفلقات فيما يتعلق بملف الألغام بصورة عامة طبعا تعثر طيلة الفترة السابقة بسبب تخصيصات المالية اليوم أقررت تخصيصات مالية واعدة بالموازنة الاتحادية ونحن عددنا الخطط التنفيذية منتظار إطلاق الموازنة الاتحادية بشكل نهاي حتى نباشر بتطهير العراق من دخائر الحربية حاولت المديرية العامة لشؤون الألغام مواجهة تعقيدات هذا الملف وما ينتج عنه من معاناة إنسانية وعقدت ندوتها الخاصة لوضع استراتيجية وطنية للتعامل مع ضحايا المخلفات الحربية غير المنفلقة وإنفاذ التزامات العراق باتفاقية أوتاوى التي انضم إليها عام 2008 وحرم بموجبها استخدام الألغام المضادة للأفراد والاتجار بها وتخزينها ينتظر من هذا الجلسة الحوارية أن تنتهي بإقرار الاستراتيجية الوطنية لتضع هذا رشون الألغام محل التنفيذ في دعم الضحايا بالمشاركة مع الشركاء الوطنيين ودعم الدول الخارجية لهذا المقر تركز الستراتيجية الجديدة على دعم شريحة معاقي الألغام والمنفلقات الحربية عبر إعادة دمجهم بالمجتمع وتأمين الوظائف ومصادر الدخل لهم وإمدادهم بالأشخاص المعينين المفرغين من واجباتهم العامة لمصلحة الضحايا ستراتيجية يأمل المستفادون منها أن تحسن من أوضاعهم وتمنحهم دورا أساسيا في المجتمع دعمهم بطيء وماكوا أي اتفاقية لازم تكون الأطراف كلها ساعية ودعم أي دعم ماكوا يعني شوفوا دعم عادي وعبالك شي يعني عادي ماكوا يعني أي دعم قوي بالنسبة لهم وبحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر فإن ما يقرب من تسعة ملايين عراقي يسكنون وسط مناطق موبوءة بالمقذوفات غير المنفلقة ما يجعلهم في مواجهة مستمرة مع الموت أو الإعاقة فيما تشير إحصائيات رسمية إلى أن المساحات الموبوءة بالألغام تصل إلى ما يقرب من ثلاثة آلاف ومئتي كيلو متر بربع وبحسب تقرير للأمم المتحدة فإن عدد الألغام والمخلفات الحربية غير المنفلقة في العراق يفوق عدد سكانه بمرة ونصف وأن إزالة هذه المخلفات الحربية بشكل كامل سيكون بحاجة إلى ما يقرب من عشرة أعوام من العمل الدأوب والمضني يوسف الحسيني الحرة أربيل